مصطفى نبدأ طبعاً بمباراة المغرب المدير الفني للمغرب وليد ركراكي كان قبل المباراة كان ليه تصريح مهم جداً لأن احنا مش هنلعب على التعادل لأن احنا بنلعب فريق مش باقي على حاجة ما عندوش حاجة يخسرها فهل ده كانت دافع وراء أداء المغرب مبارح؟ الحقيقة في عدة نقط كتير بس أهمان وليد ركراكي عارف يجمع عناصر المنتخب المغريبي كويس جداً شوفنا قبل البطولة كان وخليل وفيتش كان يستبع التحجيم زياش اللي هو نجم المنتخب حالياً عارف يرجعه تاني ويلعبه تاني مع المنتخب المغربي ده أثبت أن حاكيم زياش عم عنده إمكانيات كبيرة جداً وقدر يخليه نجم المنتخب حالياً المنتخب كنا الأول بنشوف فيه مثلاً مشاكل جوه الفريق وفي غرفة الملابس حالياً لا دلوقتي في أي هدف بنلاقي الفريق كله بيحتفل وكل الناس بتحب بعض اللي ما عنديش ما فيش نجوم مدىيق أن هم قاعدين على الدك برة عارف يتعامل مع ده كويس حالياً بنشوف المنتخب المغربي ببقى ابن النوس خليه من سيمين كتير طيب يعني لو هنتكلم بقى المنتخبات العربية يعني خلينا نقول أن كل لو نتكلم عن المنتخبات الأوروبية أعتقد لها سيكولوجية معينة العربية لها سيكولوجية الأفريقية وهكذا لو نتكلم عن المنتخبات العربية هل المنتخبات العربية بتبقى محتاجة مدير فني يعرف يتعامل معهم أكتر سيكولوجياً يعني نفسياً زي مثلاً عشان يبقى تقدر يفهمهم حتى يبقى منتخب مدير فني من نفس مثلاً الجنسية أو 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 زي مثلاً مشوفنا مع وريد رجاجي هل ده فرق؟ طبيعي إن لازم يكون لما المدرب يكون في مدرب وطني مع المنتخب ده في التعامل ما بتحتاجش لمدرب بتوصل الرسالة زي ما هي ما بتحتاجش إن فيه مترجم يوصل أكيد صوتك إنتم إزاي صوت المترجم بالنسبة يوصل للعيبة إزاي بس إحنا برضو مش هنخلي ده سبب رئيسي عندنا هرفي رينرد مع السعودية قدر يكسب الأرشنطين اللي هو واحد من أكبر منتخبات في تاريخ كاس العالم بس دي مش نقطة وحيدة إحنا برضو سقفة محطنة قليل شوية يعني ممكن منتخب السعودية لما كسب الأرشنطين تقريباً حقق الترجم بتاعه خلاص في كاس العالم فده كان سبب كبير إنه هم ما قدرواش يكسبوا المطشين اللي بعد كده كان مطشهم سيء جداً قدام بولندا والمكسيك يمكن الإصابات أسرت شوية بس سبب فنياً برضو قاله وبدنياً قاله هو زي ما تقولي فعلاً الطموح جاب آخره فعلاً برضو أعتقد ليها يعني مش عارفها تتفق معي ولا لأ بس أحياناً برضو بيكون ليها بقعد نفسي فكرة يعني برضو مثلاً لو هنشوفها اللعيبة مثلاً الأوروبيين لما بيكسبوا بيبقى حافز بالنسبة لهم هما يكملوا أكتر إحنا بالنسبة لنا بنريح زي ما لا ده حقيقي فعلاً يعني أنا برضو دي بترجع لعنصر الخبرة الناس دي خبرة في كاس العالم على طول بيصعدوا مش محتاجين مجهود زي ما احنا بنعمل إحنا بنظمنا أصلاً الصعود لكاس العالم ده حلم كبير صحيح ده ما بنعرفش نعمله أصلاً وهي الفكرة كلها ينقص المنتخبات العربية الخبرة والحنكة في كاس العالم إحنا نادراً لما بنلاقي منتخب يوعد لدور الستاشر في كاس العالم هل ينتهي الحلم عند كده هل في مثلاً سقف الطموح بيعلى بعد ما بتكسب ده في أوروبا بيحصل إن أنا مثلاً بعد ما أكسب ماتش والتاني بيديني حافز إن أنا أكمل بعد كده لنهاية البطولة المنتخبات العربية بصراحة بشوف إن الأداء المشارف النسبة له هو الطموح لا ده مش صح خالص يعني أنا مثلاً يعني بإننا إحنا هنخلينا نركز مع المغرب حالياً أتمنى إن وليد الركراكي يلعب عليهم نفسياً قبل فنياً يهلوا منهم خلاص هم فعلاً أول المجموعة هم حالياً متصدرين على منتخبات قوية هيقابلوا منتخب أس بني هم مش أحسن مني 11 لعب قدام 11 لعب على فكرة بالمناسبة منتخب المغرب عنده عناصر ما تقلش حاجة عن منتخب أس بني عندهم ناس محترفة في أجبيلية في بايرن ميونيخ بيلعبوا في باريستن جرمان وكلهم أساسيين مع فرقهم ومؤسرين جداً ترجمة نانسي قنقر